أهلا بحضراتكم من جديد يمكن فيه خبر مهم جدا متعلق بلجنة الاستناف في الاتحاد الافريقي لكرة القدم يمكن على مدار منافسات كاس الأمم الافريقية كان لجنة كان عندها اجتمعات عديدة جدا وظهرت مشاكل كتيرة جدا في منافسات كاس الأمماتش المغرب والكونغو الديمقراطية ظهرت أحداث في مباراة الكودفوار ومالي أثناء مباراة دور الستاشر حصلت مشكلة في مباراة السنغال والكودفوار فكانت الأحداث كتيرة والعقوبات الانضباطية اللي صدرت من اللجنة التأذبية كانت كتيرة جدا وعديدة لذلك دعا لجنة الاستناف أنها تجتمع كثيرا خلال فترة منافسات كاس الأم وبالصدفة كده وأنا بتابع هذه القرارات وجلسات لجنة الاستناف كانت هناك أيضا جلسة استماع تمت للأهلي والهلال السوداني كلنا فاكرين في شهر خمسة الماضي كانت فيه قرارات صدرت من لجنة الانضباط بتغريم الهلال السوداني عشر تلاف دولار وتغريم الأهلي مية وعشرين ألف دولار على أحداث شهادتها مباراة الأهلي والهلال في دوري الأبطال العام الماضي الأهلي طعن على القيمة المالية الكبيرة اللي صدرت من اللجنة التأذبية وكانت قيمتها مية وعشرين ألف دولار وكانت فيه جلسة استماع والمفاجأة بالنسبة لي كمان أن الهلال السوداني راح اشتكل الاتحاد الدولي وبعد ما طلع قرار من لجنة الانضباط طعن كمان على قرار الانضباط بتغريم الأهلي أمام لجنة الاستناف في الكاف وبالتالي لجنة الاستناف عملت كذا جلسة استماع على هامش منافسات كاس الأمم مع كذا مباراة تانية ويمكن الاجتماع اللي جاي حسب ما وصل له هو خلال ساعات أو خلال أيام على الأقصى تقدير هيتم الإعلان أو هيتم التحديد الرسمي للقرارات اللي هتصدر في ثلاث مباريات وتلاث ملفات أولا في عقوبة أحد لعبي السنغيل اللي تعرض للكاف ببعض التفاصيل كده وهاجم الكاف في بعض التفاصيل المتعلقة بطاقم التحكيم وقالن الكاف يعني الأمور الإدارية عنده فيها مشاكل أمور التحكمية عنده فيها مشاكل مش عايز أقول الكلام بالزبط عمونا واخد أربع مباريات ففي استئناف أمام هذا القرار أو على هذا القرار أمام لجنة الاستناف فالمفروض لجنة السنة هتاخد فيها قرار لعب منتخب مالي اللي كان هيتعد على محمد عادل خاد أربع مباريات ففي استئناف على هذا القرار من الاتحاد المالي وبالتالي كمان في استئناف متعلق بالأهل والهلال السوداني لجنة الاستناف اجتمعت في الأيام اللي فاتت عملت جلسات استماع لكل المباريات دي وكانت فيه جلسة استماع للأهل والهلال وخلال الساعات أو الأيام اللي جاية هيصدر القرار الرسمي بخصوص طلب الأهل بتخفيض الغرامة اللي هي 120 ألف دولار وطلب الهلال السوداني اللي أنا شايفه بصراحة مستغرب منه إنه هو شايف العقوبة المالية مش كويسة وعايز يبقى فيه توقيع عقوبات أكثر فعنشوف الاستناف هيا واخد قرار إزاي في الفترة اللي جاية هو طبعا يبدو ان الهلال عايز يستأنف وياخد قرارات لغاية لما يوصل لأبعد مدى عموما هو حقه لو عايز يكمل في هذا الشقة وهذا الطريق ولكن الاتحاد الأفريقي شايف أن كل الأمور اللي كان بيطلبها الهلال السوداني في الفترات السابقة ليس لها محل من الأعراب ولا يوجد لها أي أسانيد ولا يوجد لها أي أدلة والخلافات اللي كانت موجودة والاشتباكات في الممر كان فيها اترافين وبالتالي على هذا الاساس تم تغريم الأهلي بصفة وهو منظم اللقاء بهذه الغرامة وتم تغريم الهلال أيضا بسبب بعض الخرقات اللي تمت خلال أحداث هذا اللقاء دي نقطة كان لازم أشرحها لحضراتكم عشان القرار اللي هيصدر في الأعام اللي جاية يبقى احنا عندنا فيدباك وتفاصيل عارفين اللي تم فيه الفترة الأخيرة ده جانب متعلق بهذا الموضوع طيب في جانب تاني متعلق به استعادلات الأهلي لمباراة ميدياما الغاني يمكن أنا معايا عبر زوم باتريك أوكوتو باتريك أوكوتو هو المتحدث الرسمي لفريق ميدياما الغاني هو يكون معنا دلوقتي عشان نتكلم معايا في تفاصيل كتيرة جدا قبل الأهلي ما يسافر كماسي كيف يستعد ميدياما أجواء ملعب بابا يارو الحضور الجماهية لذلك في البداية برحب به ميستر باتريك أوكوتو المتحدث الرسمي لنادي ميدياما الغاني ميستر باتريك مسائل فل طيب لسه مش جاهز معنا طيب عموما ده الجانب المتعلق به مباراة الأهلي وميدياما الغاني المباراة تتلاعب على فكرة عن ملعب بابا يارو في مدينة كماسي استد بابا يارو في مدينة كماسي على فكرة استد من الملعب اللي تلاعبت عليه مباراة كاس الأمم في غانا 2008 ومنتخبنا الوطني اللاعب عليه مباراة في كاس الأمم الإفريقية والأهلي اللاعب عليه قبل كده في التمانينات وخد دورة أبطال إفريقيا لما كان بيواجه أشان تكوتوكو لما أشان تكوتوكو كانت فيه قمة المجد بطل غانا وقتها وكانت غانا وقتها من الأندية أو الأندية الغانية كانت من الأندية اللي بارزة بشكل كبير ومتقدمة بشكل كبير في دورة أبطال إفريقيا وكانت فيه منافسة قوية ما بين أشان تكوتوكو وكانون يا ويندي والأهلي وكان المأولين وكان فيه الزمالك كانت منافسات قوية جدا دخل في التسعينات التراجي التونسي في الألفية الجديدة دخل الوداد المغربي ما ننساش لما بنتكلم على غانا لو هنقول أشان تكوتوكو لازم نتكلم كمان على هارسوف اوك بطل غانا فكل دي فرق بالتأكيد كان لها بقى طويل جدا لكن ميدياما حديث العهد بالقرى الإفريقية وبالقرى الإفريقية السنة دي موجود في منافسة قوية جدا من المفاجآت اللي أعملها كسب شباب بلوزداد اتنين واحد رغم أنه كان بلوزداد متقدم في النتيجة اللي عطل ميدياما نتيجه مع يانجي أفريكانز اللي اتنين عطلوا بعض تعادلات هنا وهنا فالاتنين عطلوا بعض وده جي في صالح الأهلي على فكرة وفي صالح بلوزداد الجزائري ولكن الأمور كلها في نادي الأهلي إن شاء الله في إيده هو يقدر يعمل نتيجة إيجابية بإذن الله في مباراة يوم الجمعة الساعة ستة بتوقيت القاهرة